معنا خبر مهم دلوقتي اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية ويعين العطار مديرا تنفيذيا رسميا ارسل اتحاد المصر للكرة القدم برئيسة احمد مجاهد خطابا للوزارة الشباب بالرياضة اعتزام الاتحاد الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير عدية بناء على طلب الاندية ووفقا لللاقاحة المالية الصادرة عن الوزارة فيما تم الانتهاء من تصنيف الاندية التي لاحق حضور الجمعية ب146 نادية من ناحية اخرى اتحاد المصري للكرة القدم تعيين وليد العطار مديرا تنفيذيا الاتحاد بعد قيامه باعمال المنصب نفسه خلال فترة السابقة وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللواحي المنظمة لذلك ده الخبر الذي يخص اتحاد الكرة حاليا